ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بضعكوا مع بعضوا شوي وبغطيهم وبخليهم متل ما قلتوا شوي هيك يتنكهوا ببعض لبين ما حضر هاي الخطوة بوعاء على النار حطيت ربع كوب من الزيت النباتة بسخنوا شوي وبضيف حبة بصل كبيري مفرومي بهذا الشكل رح قلبها على نار متوسطة وعندي فلفل ملون أو فلفل خضرة المتوفر عنكن هيك حطوا قطعة كبيرة طيب الفلفل مع هاي الأكلة وعندي كمان 150 جرام من الفطر إما فريش أو معلب مقطع لشرائح بهذا الشكل كمان اللبن على نار متوسطة وهلا بس دبلو شوي رح اضيف الدجاج شايفين أكلي سهلي وسريعة ويعني هاي من الأكلات اللي أنا دائما بعتمدها إذا ما كان عندي وقت بحضرة وأكيد منشوف إذا لازم ملح لأنه وضفنا خضرة يعني فيكم تحضروه بأي طريقة ممكن مع خبز صندويش أو خبز مشروح أو شراك أو صمون أو خبز البرجر هلا هون حطيت علبة قشطة على كوبة من الحليب بدي أعمل هيك مثل كريم الطبخ ما كان عندي كريم الطبخ سائلة إذا ما توفر عنكن فيكن تحطو حسب ما بدكن هيكي تكون الرطوبة خلينا بس هيكي يغلو شوي لبين ما افتح قلب الخبز عندي خبز برجر حجم صغير رح أرفع هذا الجزء وفرغ قلبه تجويف بسيط يعني وخلي طعم للصمون مو أنه بالمرة نرفعه شايفين بهذا الشكل تجويف لحتى حط الحشوة رح جهز قطع الخبز كلها والقطعة يلي رفعتها من فوق بحمصة ممكن أطحنه أعمله بقصومات أو ممكن ناكله هيك جنب الشوربة كتير طيب شايفين شو مقرمش بشهه خليه على جنب يبرد وبعدين ممكن استفيد منه لأي شيء هلا الصلسة بعد ما تسبكت رح بلش توزيع الحشوة داخل الصمون دعمه بتطلع أرطب و أطيب شغلت الفرن على درجة حرارة مئة وتسعين سبت الصيني بالرف الوسط بس حطيت الجبن وتحمصت الخبز شوي فيكن تحطوا أي نوع جبني متوفر عنكن ممكن جبني موزاريلا أنا حطيتها بتطلع طيبة أو ممكن جبنة تشدر أو حلوم أو عكاوي أو جبني سائل يعني متوفر عنكن هيك يعطي رطوبة و طعم للصمون ممكن بارميزان كمان تحطوا هيك رشي بتعطي قرمشي و طعمي طيبي شايفين مجرد الدوب الجبني بطلع الصينية وبحط التاني وبقدمهم ممكن نعمل جنبها شوربة أنا عملت شوربة و ما قلت بطاطا لأن زينتوا بهاي البطاطا كتير طيبة و شكلها حلو هيك على التقديم وهذا الصاندويش بكل بساطة جربوا و واعتمدوا من الأكلات المميزة و متأكدة يحبوه الكبار و الصغار و أكيد المشروب المفضل جنب هيك أكلات هو الكولا أو الميريندا أو السبرايت حسب الرغبة إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تشاركوا حطوا لايك و شتركوا بقناتي و إن شاء الله انتظرونا بوصفات جديدة على شهر رمضان السلام